أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هذه السورة سورة مكية بالاتفاق يعني نزلت قبل الهجرة وتسمى سورة النمل كما جاء في البخاري والترمذي أيضا بهذا الاسم وتسمى سورة سليمان كما في الإتقان السيوطي وذكر أبو بكر بن العربي أنها تسمى سورة الهدهد لأن النمل والهدهد لم يذكر في القرآن إلا في هذه السورة ومن أغراض هذه السورة أنها افتتحت بما يشير إلى إعجاز القرآن وبلاغته والتنويه بشأنه في محاجة المشركين في بطلان معبوداتهم وإثبات البعث والقيامة كما ذكرت السورة ملك داود وسليمان وما في ذلك من العظة والعبرة فاتعة السورة تشير إلى طاسين من الحروف المقطعة وقد سبق الإشارة في الشعر وغيرها إلى أن هذه الله أعلم بمراده بها وأنها من العلم الذي استأثر الله تعالى بالعلم به لكنها ربما تومي إلى إعجاز القرآن لأن كلما ذكرت الحروف المقطعة جاء ذكر القرآن تلك آيات القرآن وكتاب مبين هنا خالفت سورة الشعر بثلاثة أشياء بذكر اسم القرآن وبعطف وكتاب على القرآن وبتنكير كتاب سورة الشعر طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين وهنا طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين فذكر اسم القرآن وعطف كتاب على القرآن ونكر كتاب كتاب مبين ونظير هذا في سورة الحجر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وقوله مبين يشير إلى أمرين الأمر الأول أن شواهد صدقه وإعجازه وهديه واضح لكل متأمل مبين مبين في نفسه وأيضا الأمر الثاني أنه مرشد ومفصل ومبين لغيره القرآن بيّن في نفسه واضح وأيضا موضّح موضّح لغير موضّح للحق والهدى وجزاء المحسنين وأحكام الشريعة وصفات الرب فهو بيّن واضح في نفسه وألفاظه ومعانيه وأيضا مبين وموضّح لغيره تلك آيات الكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين هدى يعني القرآن الكريم هدى من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدّقين به بالجنة من هم؟ ما هي صفاتهم؟ الذين يُقيمون الصلاة يُؤدون الصلاة بأركانها وشروطها ويُؤتون الزكاة يُعطون ما وجب عليهم من زكاة أموالهم لأصحابها وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم يُقِنون يُصدِّقون بالبعث والجزاء والحساب وهذا رُكِم من أركان الإيمان الستة إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ يتحيَّرُونَ فهم يعمهون يترددون فيها متحيِّرين زيَّنَّا لهم أعمالهم القبيحة التي رأوها حسناً كما قال الله أَفَمَنْ زُيِّنَ لَوْ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآاهُ حَسَنًا فإنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء ويهدي من يشاء فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب لهم شدة العذاب في الدنيا بأي شيء شدة العذاب بالقتل بالأسر بشدة الموت أن الملائكة تنزع رواحهم بشدة وهم في الآخرة هم الأخسرون لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار كما قال الله جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل بعد هذه المقدمة رجع السياق والخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقال الله له وإنك يا محمد وإنك لتلقى القرآن يعني لتعطى القرآن وينزل إليك الوحي من لد حكيم عليم وحيا من عند الله عز وجل الحكيم جل وعلا له الحكمة التامة في خلقه وشرعه وأمره ونهيه حكيم عليم لا يخفى عليه شيء ثم ذكر الله قصة موسى ونحن في الشعر حديث عهد بقصة موسى وفي سورة الفرقان أيضا ذكرت قصة موسى بس هذا من قريب وفي سورة المؤمنون ذكرت قصة موسى وفي الأنبياء كذلك وفي طاها كذلك يعني السورة القريبة هذه كلها في قصة موسى إذ قال موسى لأهله يعني اذكر يا محمد إذ قال موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر وسيأتينا في القصص إن موسى عليه السلام كم جلس في مدين عشر سنوات فلما تمت السنين فلما قضى موسى الأجل وسار بأهل آنس من جانب الطورنان آنس من جانب الطورنان قال إني آنست نارا أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر يعني قال لأهله أمكثوا مكانكم سآتيكم بخبر عن الطريق لأنه ظل عن الطريق عليه الصلاة والسلام اشتبع علي الطريق يوم رأى النار من بعيد قال هذه النار إما أن أحد يدلنا على الطريق أو أننا أأتيكم منها بقبس لعلنا نستدفع وكان هذا في شدة البرد في شدة برد لعلكم أو أأتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تستلون يعني تستدفعون من البرد وكان ذلك في الشتاء فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها يعني هنا لما جاء موسى عليه السلام إلى هذه اللي رأى من بعيد القبس هذا النار قيل له يا موسى إنك بالواد المقدس إنك في مكان مقدس مبارك بورك من في النار ومن حولها يعني بورك من البركة ومن في النار يعني من في مكان النار ومن حولها من حول مكانها من الملائكة الحاضرين موسى عليه السلام يعني كأن هذا خبر من الله إن هذا المكان اللي فيه موسى إنه مكان مبارك مقدس ولهذا قال الله في سورة القصص من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فموسى رأى نار وقيل أنه رأى من بعيد يظنها نار فلما أتا وجدها نورا وقد جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه يعني كل شيء لأنه ما يقف دون بصر إلا شيء وفي صحيح مسلم أن أبا ذر قال يا رسول هل رأيت ربك يعني ليلة الإسراء قال نور أن أراه وفي رواية قال رأيت نورا وقال عليه الصلاة والسلام وعلم أنه لن يرى أحد منك فربه حتى يموت فموسى ما رأى الله لكن رأى رأى نورا أن بورك من في النار أي أنت في واد مبارك بورك من في النار من البركة يعني وهنا أرض الشام لا شك أنها أرض مباركة كما قال الله إلى الأرض التي باركنا فيها فهو موسى في موسى رجل مبارك ورب العالمين هو واهب البركة سبحانه وتعالى والأرض أرض مباركة البقعة مباركة والبركة هي كثرة الخير ودوامه ونماؤه أن بورك من في النار ومن حولها بورك من جاء يطلب النار الذي هو موسى ومن حولها من الملائكة الذين حول النار يعني كأنه قال بورك فيك يا موسى وبورك في الملائكة الذي حول الذي حول النار وهذه كان تحيا من الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام كما حيا إبراهيم على أنسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور أن المراد بالنار النور وذكر بلفظ النار لأن موسى أول ما رأه من بعيد حسبه حسبه نارا ومن في النار هم الملائكة يعني النور اللي رأاه موسى كان في ملائكة لهم زجل بالتسبيح والتقديس وسبحان الله ثم تعرف جل جلاله إلى موسى بالصفاته فقال يا موسى إنه أنا الله العزيز والحكيم إنه أنا الله الشأن إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك فلما رأت تز كانت تحرك كانها جان ولا مدبراً ولم يعقب الجان الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها وفي سورة العراف وغيرها فإذا هي ثعبان مبين كيف نجمع بين الأمرين لا هو الآن هنا يقول كأنها جان نقول ما فيها تعارض هي كأنها جان بشدة اضطرابها وحركتها لكنها ثعبان مبين عظيمة في منظرها فوصفت بأنها كانها جان لشدة الاضطراب والحركة وثعبان مبين في شكلها في الواقع هي كبيرة جداً العصان قلبت إلى ثعبان عظيمة لكن شدة الاضطراب والحركة تشبه الجان فالوصف كانها جان لحركتها لا لشكلها يعني لا لذاتها وجسمها جسمها موصف في صور الرخرة بينها ثعبان عظيمة ثعبان مبين ولا مدبراً هرب من الخوف موسى وهذا دليل أن الخوف الطبيعي جائز على الأنبياء ولم يعقب لم يرجع ولم يلتفت قال الله يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أهل الإيمان ما يخافون أما الخوف طبعاً المقصود بالخوف هنا هو الخوف الطبيعي لا تخف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين كما في آية القصص يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أنت آمن في حفظ الله ورعايته ونصرته وكلاءته إلا من ظلم اختلفوا في هذا الاستثناء فقيل هذا إشارة إلى أن موسى عليه السلام حين قتل القبط خاف من ذلك ثم تاب فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له قال الله لموسى إنما أخفتك لقتلك النفس كما ذكر بن جريج وقال معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم إلا بذنب يصيبه أحدهم فإن أصابه أخافه حتى يتوب فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحا وتناهي الخبر عن الرسل إلا من ظلم ثم يبتدئ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة وقال بعض العلماء هذا ليس باستثناء هذا ليس باستثناء من المرسلين لأنه يجوز عليهم الظلم بل هو استثناء من المترك في الكلام معناه لا يخاف لدي المرسلون إنما الخوف على غيرهم من الظالمين إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم يعني إلا الظالمين فإنهم يخافون يعني إلا من ظلم ثم تاب وهذا يسمون الاستثناء المنقطع معناه لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف لكن المرسلون ليش يخافون ما يخافون إلا من ظلم لكن الظالمين هم اللي يخافون فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله جل وعلا غفور رحيم يغفر لكل من تاب توبة صادقة ثم قال تعالى وأدخل يدك في جيبك اليد الكف كما في القاموس في جيبك الجيب اللي هو درع القميص مدخل القميص محل القاطع من القميص قال أهل التفسير كان على موسى مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزار فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق تتلألأ نورا من غير السوء بدون برص لأن موسى عليه السلام كان أسمر كما في صحي البخاري كان آدم شديد الأدمة فإذا صارت يده تتلألأ نورا مع سمرته تكون أشد وأعظم في آية للناظرين كما قال الله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين عليه مسحة سمرة ويده تتلألأ نورا فهنا تكون الآية عجيبة من غير سوء يعني من غير برص وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات يقول هذه آية مع تسع آيات أنت مرسل بهن إلى فرعون وملأ إنهم كانوا قوم فاسقين ما هي الآيات التسع ذكرت في الإسراء ومرت عليكم في التفسير في قوله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ومرت في الأعراف في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فلما جاءتهم آيات فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بينة واضحة يبصرونها قالوا هذا سحر مبين يعني هذا سحر واضح بين وجحدوا بها أي أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله جل وعلا لماذا جحدوها تكبرا عن أن يؤمنوا بموسى وما جاء به وهذا من الأدلة التي يقول بعض العلماء أن فرعون ما كان يجحد الرب جل جلاله إنما كان يستكبر لأن الله يقول وجحدوا بها والجحد لا يكون لبعد العلم الجحد لا يكون لبعد العلم فهذا دليل على أنهم جحدوا كبرا منهم وإعراضا وكفرا وشركا فانظر يا محمد أو انظر يا من يتوجه الخطاب إليه انظر كيف كان عاقبة المفسدين كيف كان إفسادهم كان إفسادهم بظلم الناس وبظلم أنفسهم بالكفر فهم جمعوا بين الأمرين ثم انتقل السياق إلى قصة نبيين كريبين هما داود وسليمان وقد ذكر في أربع سور من القرآن ما هي هذه السور؟ أولها هذه سورة النمل اللي بين أيدينا ثانيا سبع ثالثا صاد رابعا الأنبياء أربع سور هذه فيها تفصيل أما الباقي فقد تكون إشارة ولقد آتينا داود وسليمان علما أما داود عليه الصلاة والسلام فهو من أنبياء بني إسرائيل وسليمان عليه السلام ابنه من أنبياء بني إسرائيل وداود جاء في الأحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله في مواضع الأمور التالية منها أن داود كان أعبد البشر وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام نصف الليل كما قال عليه الصلاة والسلام أحب الصيام لله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة لله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة كما في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعبد الله بن عم قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ولا يفر إذا لاقى وفي البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن يعني القرآن يعني إيش الزبور يعني فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده هذا داود عليه السلام وأما سليمان طبعا داود مما أعطاه الله أن الله قال وآلنا له الحديد وذكر الله جل وعلا في سورة البقرة في قوله وقتل داود جالوتا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء وقال تعالى أيضا وآتينا داود زبورا ومر ربما عليكم في تنية التفسير فيما مضى شيء من ذكر داود عليه السلام وأما سليمان فهو ابنه وسليمان هو أحد الذين ملكوا الدنيا بأسرها من أولها لآخرها ملك الدنيا أربعة كافران ومسلمان أما المسلمان فسليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام وذو القرنين هؤلاء ملكوا الدنيا من مغربها إلى مشرقها كاملة وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر النمرود بن كنعان اللي كان في عهد إبراهيم وبخت نصر سليمان عليه السلام أعطاه الله ملكا عظيما وقد جاء في صحي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكانني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوال المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان ربه أبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا يعني هذه من خصائص سليمان أن الله سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب كما سيأتي إن شاء الله في سورة سبع يعملون له كل شيء وقال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأثنى الله على دود وسليمان فقال وكلا آتينا حكما وعلما حكما وعلما وهو جاء في صحي البخاري مسلم أنه قال لا طوفنا الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلام يقاتلوا في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة جاءت بنصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولجاهدوا في سبيل الله فرسالا أجمعون سليمان نصف هنا سليمان كان هناك امرأتان كما في البخاري معهما ابناهما فجاء الذعب فأخذ ابن أحدهم أخذ ابن الكبرى فقالت قالت تخاصمت إلى سليمان فحكم به للكبرى مع أنه ابن الصغرى لأن الكبرى أخذ ابنها الذعب فتخاصمته والصغرى فحكم داود بأن الإبن اللي بقي هذا اللي ما أكله الذعب أنه ابن الكبرى بينه ابن الصغرى فخرج على سليمان فقال سليمان بما حكم نبي الله فقالت حكم للكبرى فقال سليمان ايتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فحكم به للصغرى حكم به للصغرى هذا في صحيح البخاري طيب المهم أن الله جل وعلا أعطى داود خصائص عظيمة منها حسن صوته ومنها قراءة للزبور ومنها أن الطيور تسبح معه يا جبال وأوب معه والطير الجبال وأعطى سليمان عليه السلام أيضا خصائص منها أن الجن تخدمه ومنها أنه ملك الدنيا من مشرقة إلى مغربها ومنها أيضا أنه أعطي سخر الله له الريح ومر علينا في الأنبياء قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وقال ولسليمان الريح غدوة وشهر وروحة وشهر سيأتي إن شاء الله هذا فسليمان وداود كل منهما أعطاه الله تعالى حكما وعلما ولهذا قال الله وسليمان كذلك من خصائص أن الله علمه منطقة طير كما سيأتي وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يعني فضلنا بماذا بالنبوة بالكتاب بتسخير الجن للسليمان وتسخير الطير لداود على كثير من عباده المؤمنين وهذا في تواضع ما قالوا على المؤمنين على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود كيف يرث سليمان داود والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ومر علينا في مر علينا في سورة مريم أن زكريا قال عن يحيى يرثني ويرث من آل عقوب فالمقصود بالميراث هنا النبوة والعلم لأن الأنبياء الدنيا ما تساوي عندهم شيئا الدنيا تحت أقدامهم إنما المقصود أنه يرث نبوته وعلمه دون سائر أولاده وكان داود على ما قيل له تسعة عشر ابنا لكن سليمان خصه الله بالنبوة من بين هؤلاء سليمان وداود قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد ويرث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير يعني سليمان عليه السلام من خصائص التي أعطاه الله أنه يسمع الطير ويعلم ما يقول الطيور يعلم ما تقول الطيور فقد ذكر من كثير في البداية ونهاية بعض الأشياء منها أن سليمان سمع طائرا يحدث آخر على شجرة فقال لجلساء تدرون ما يقول هؤلاء قالوا أخبرنا يا نبي الله قال إن هذا يخطب هذه إلى نفسه يعني أحدهم ذكر والأخرى أنثى ويقول إنت زوجتيني فسوف أسكنك في شرفة بيت المقدس وهو كاذب وكل خاطب كاذب يعني يقول بحطلس عشة شرفة بيت المقدس ويكثب فيها وكل خاطب كاذب علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء وسيأتي أيضا مراجعة الهدهد لسليمان وأتينا من كل شيء مما يؤتاه الأنبياء والملوك يعني من أمر الدنيا والآخرة تسخير الشياطين والجن والريح إن هذا له الفضل المبين هذه الزيادة الظاهرة على ما أعطينا على غيرنا من الناس ثم بيّن الله سبحانه وتعالى شيئا من مظاهر هذا الملك العظيم الذي أعطيه نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وأنه أعطي ملكا عظيما فقال الله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون جمعوا لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون يعني فهم يكفون يحبسوا أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا والوازع في كلام العرب الكاف ولهذا قال بعضهم إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يعني يكفوا بالسلطان ما لا يكف بالقرآن فهم يوزعون أن يحبسوا أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا رحمة بالأولين والآخرين الأولين حتى يستريحون والآخرين حتى يلحقون بالمتقدمين فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل ما يهمنا أين يكون قيل بالطائف قيل بالشام قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون جمعت في هذه الجملة يقولون 11 نوع من فنون الكلام نادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت وأرشدت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت 11 نوع هي قالت أني نادت يا يا الكناية يا أي يا يا أي أي كناية والهال التنبيه يا أيها النمل سمت أدخلوا أمرت أرشدت في قوله مساكنكم حذرت لا يحطمنكم خصصت سليمان عممت جنوده أشارت هم عذرت لا يشعرون ولهذا قال الله هي تقول لا يكسرنكم سليمان لا يحتمنكم يعني لا يكسرنكم سليمان وجنوده والحطم الكسر يعني سليمان إذا مشى ومشى معه جنوده من الجن والإنس والطير يعني منظر هائل عظيم جاء في ذكر بالرجب عن بعض الأخبار أن سليمان مر مع جنوده ومعه الجن والإنس والطير مروا بحراث مزارع معه مسحاته في مزرعته فرفع المزارع رأسه وقال لقد أوتي سليمان بن داود ملكا عظيما فسمعه سليمان فرجع إليه وقال ما قلت قال قلت لقد أوتي سليمان بن داود ملكا عظيما فقال سليمان عليه السلام يا هذا تسبيحة واحدة في صحيفة حسناتك خير من ملك سليمان ملك سليمان يفنى والتسبيحة تبقى فتبسم ضاحكا من قولها وأكثر ضحك الأنبياء التبسم تبسم ضاحكا متبسما كان أول التبسم وآخر الضحك وحمد ربه على هذه النعمة وقال ربي أوزعني يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يعني أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي مع أسمائهم وأحشرني في زمرتهم سواء كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب المتقدمين أو هم وغيرهم ثم قال تعالى وتفقد الطير يعني بحثها وطلبها والتفقد طلب ما فقد ومعنى الآية أنه طلب ما فقد من الطير قال بعض المفسرين سليمان نزل منزلا فأراد أن يبحث عن الماء وكان الهدهد وهو طير معروف وقد جاء في سنن نبي داود ومسند أحمد وسنن بن ماجة من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد السرد طائر أحمر المنقار شبيها بالعصفور فيقولون أن الهدهد يرى الماء تحت الأرض يبصر الماء قالوا لبن عباس كيف الهدهد يرى الماء السرد موجود أظنه يقولون يسمونه الصبري الظاهر والله أعلم أنا لست من أصحاب الصيد المقصود أنه أن سليمان طلب الهدهد ليرى الماء فما وجد الهدهد قالوا لبن عباس كيف الهدهد يرى الماء والطفل الصغير يصيده في الفخ ويوضع له الحب ويمسكه الطفل الصغير فقال ابن عباس إذا جاء القدر عمي البصر إذا جاء القدر عمي البصر فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين يعني أكان من الغائبين ثم أوعده على غيبته فقال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين يعني بحجة بين في غيبته وعذر ظاهر فما كث غير بعيد يعني غير طويل فجاء وقال لسليمان أحطت بما لم تحط به يعني أحط بالشيء من جميع جهاتي علمت ما لم تعلم وجئتك من سبأ اسم البلد بنبأ يعني بخبر يقين حق لا شك فيه فقال سليمان وماذا؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم الهبلقيس وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك ويحتاجونه ولها عرش عظيم لها سرير ضخم مضروبا من ذهب وكللا بالجواهر واليواقيت ولها عرش عظيم ثم أنكر هذا الهدهد الطائر أنكر الشرك بالله وصار عنده غير على التوحيد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان وأعمالهم وصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون زيّن لهم الشيطان أعمالهم وصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون يعني لا يهتدون إلى التوحيد وإفراد العبادة لله وحده ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب يعني يخرج المخبوء في السماوات من غيث الأرض ومن نبات من الغيث الذي في السماء ومن النبات الذي في الأرض يخرج الخبأ في السماوات هو الأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون يعني يعلم خبأ السماء اللي هي المطر وخبأ الأرض اللي هي النبات ويعلم ما في نفوسكم ما تظهرون وما تكنونه في صدوركم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو أي هو المستحق للعبادة والسجود أن يسجد له وحده لا شريك له رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر